تمثل محكمة باريس أكبر محاكمة في تاريخ فرنسا المعاصر للمتهمين في قضية هجمات نوفمبر من عام 2015 لحظة لنكء جراحي كثيرا من الفرسيين الذين تلاحقهم ذكريات ليلة الرعب تلك حتى يومنا هذا غير أن المحاكمة تمثل بالنسبة لآخرين فرصة ليس فقط لإحقاق العدالة وإنما أيضا للبحث عن إجابات بشأن هوية الإرهاب وسبل تفادي الإخفاقات الأمنية وبالتالي تفعيل ملف مكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم داعش وخلاياه في العالم بعد ست سنوات على وقوعها لا تزال هجمات الثالث عشر من نوفمبر 2015 جرحا نازفا يملأ أذهان الفرنسيين بالرعب وبالتساؤلات الحائرة بشأن أسباب الإرهاب المحلي الصنع وجذور الإرهاب العابر للحدود وبالغضب إزاء الأنباء عن إخفاقات فادحة ارتكبتها أجهزتهم الأمنية في اجتثاث التهديد المحدق بهم مشاعر تحضر جميعها بقوة في قاعة المحكمة المستحدثة خصيصا داخل قصر العدل التاريخي بباريس لاحتضان ما سمي بمحاكمة القرن لعشرين متهما في الهجمات التي تبناها داعش ويصفها كثيرون بالنسخة الفرنسية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة وتنبئ تصريحات الضحايا وأسرهم والذين سيمثل المئات منهم كشهود أثناء المحاكمة وسيسمح لمحاميهم بمساءلة المسؤولين والقادة الأمنيين خلال تلك الفترة بأن الكثير من الأسئلة المعلقة بشأن الهجوم ستخضع للتدقيق والبحث أسئلة عن كيف تمكنت يد داعش من التسلل بلا حسيب أو رقيب لتملأ شوارع أوروبا إرهابا وترويعا بين عامي 2015 و2016 بخاصة أن التحقيقات كشفت أن الهجوم خطط له بالفعل على بعد آلاف الأميال في سوريا أو عن دور قوافل المهاجرين التي اشتاحت أوروبا خلال تلك الفترة في توفير الغطاء لتسلل التنظيم وأسئلة أخرى عن التشدد الذي يغسل أدمغة أبناء المهاجرين بالرغم من أنهم ولدوا وترعرعوا في أوروبا لا سيما بعد بروز دور ضاحية موليمبيك البلجيكية معقل المهاجرين كمنصة للتحضير للهجمات وحضور السويدي أسام كريم الذي يشتبه في أنه أحد قتلة الطيار الأردني معاذ الكساسبي في قفص المحاكمة وتبرز على ألسنة أهالي الضحايا تساؤلات أخرى بشأن كيفية تمكن ثلاث فرق من المهاجمين في ليلة الرعب تلك من شن هجماتهم بحرية بعدما تبين بأن الكثيرين منهم كانوا تحت رقابة أجهزة الأمن الفرنسية تساؤلات ربما يغذيها ما أوردته وكالة الأناضول من وثائق تقول إنها تظهر اجتماعات ومراسلات بين الأجهزة الأمنية وعملاق الإسمنت الفرنسي لافارج وتتحدث عن علم هذه الأجهزة بعلاقات الشركة مع داعش والنصر وغيرهما من المنظمات الإرهابية وتتزامن الأنباء عن هذه الوثائق التي لم تتمكن الحرة من التحقق منها بشكل مستقل مع إدانة المحكمة العليا الفرنسية للافارج بتمويل الإرهاب وإبطالها حكمين بتبرئتها من التواطئ في جرائم ضد الإنسانية وتعريض حياة الآخرين للخطر معيدة قضيتين إلى غرفة التحقيق ينضم إلينا من باريس وليد عباس الكاتب الصحفي والمختص بشؤون الجماعات المتطرفة وعلى أن ينضم إليه بعد قليل من باريس جورج مالبرونو الكاتب الصحفي الفرنسي مرحبا بك شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة والانضمام إلينا هل هناك من خطر يهدد هذه المحاكمة أم لا؟ ستستمر حتى نهايتها مما لا شك فيه أن محاكمة من هذا النوع محاطة باحتمالات الخطر وبالتالي هذا يبرز بشكل واضح في الإجراءات الأمنية التي تحاط بها قاعة المحاكمة في القصر العدلي في وسط باريس إذ يبدو أن هناك أكثر من ألف شرطي يؤمنون عملية الحراسة وتأمين المكان كما أنه قطعت كافة الشوارع في المثلث الذي يحيط بالقصر العدلي صباح اليوم لدى وصول المتهمين ولدى وصول من سيشاركون في المحاكمة من أصحاب الحق المدني والمحامين بطبيعة الحال طيب ماذا نتوقع أن تكون الحصيلة النتيجة الثمرة بعد هذه المحاكمة قبل أن نخوض بتفاصيلها أستاذ يعني ليس من المتوقع أن تكشف أحداث هذه المحاكمة التي ستستمر على مدى تسعة أشهر اعتبرا من اليوم ليس من المتوقع أن تكشف عن أسرار جديدة أو أن نعرف معلومات خطيرة خاصة أو يعترف أحد بشيء جديد عما تم الاعتراف به أو الإقرار به في التحقيقات المحاكمة هنا تأخذ دور عملية وضع هذا الحدث الهائل بالنسبة للفرنسيين هم لم يتعرضوا قبل ذلك إلى اعتداء إرهابي من هذا الحجم أن تضعه في إطاره الرسمي والقانوني وأن تسمح للضحايا بالحديث وبطرح مع نوه ومع شوه حتى الآن كل ذلك كان يحدث عن طريق الإعلام والصحافة وقلامات التلفزيون وهذا وضع غير رسمي وضع لا يمكن أن يؤدي إلى أن يهضم المجتمع ويستوعب المجتمع ما حدث الآن سيوضع الموضوع في إطاره الرسمي في إطاره القانوني وأيضا سيشكل الرد الذي يمكن أن يقدمه مجتمع مثل المجتمع الفرنسي على اعتداء إرهابي الرد عبر العدالة عبر وضع من ارتكب هذه الاعتداءات أمام العدالة ليس بغرض الانتقام ولكن بغرض إصدار أحكام وعقاب هذه الجرائم وفقا للقوانين المطبقة في هذه الديمقراطيات إذن المتوقع عمليا هو وضع ما حدث في إطار يسمح للمجتمع بالتعايش معه وبتجاوز تلك المرحلة تفضل أستاذ مالبرونو وضيفي جورج مالبرونو من باريس أيضا تعليقك الآن هذه محاكمة استثنائية هناك قلق من أن تتحول إلى محاكمة استثناء بدل من أن تكون محاكمة استثنائية هل تشارك من يقلقون هذا الطرح حملا؟ نعم هناك قلق من أن تتحول إلى محاكمة استثناء لكن هذا مخاوف من هذا القبيل أن تصبح هذه المحاكمة محاكمة استثناء بدل من أن تكون محاكمة استثنائية وتتحول إلى محاكمة استثناء ونحاكمة استثناء وأن المتهمين سيكون لديهم محامين وستكون العملية عملية عادية طبيعية ولكن هذه المرة سيكون هناك مشاركة من أهالي الضحايا سيكون هناك وجود لأهالي الضحايا سيكون هناك تواصل من أهالي الضحايا لربما مع المنفذين ومع المتهمين الآن ما هو المغزى؟ ما هو الهدف؟ كيف سيساعد هذا في تخفيف الجراح؟ في نكء الجراح الآن؟ ألا يفتحها مجددا وينعشها مجددا ولن يندر الجرح يا سيدي لا أعلم إذا كان هذا الهدف سيكون لديهم نحن نعرف أن ما تعاني منه عائلات الضحايا حمران نعرف أيضا أن أحد المتحدث قال إنه جندي من جنود الدولة الإسلامية وبدأ كلامهم بالشهادة وكل ذلك سيذكي معاناة أهالي الضحايا هذه الاعتذاءات ولكن أيضا لدى كل الضحايا وعائلاتهم هناك شعور بأنه لا بد للعدالة من أن تحكم على مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية هي لحظة صعبة جدا بالنسبة لهذه الأسر ولكن هي لحظة لا بد منها أو كما قال الكثير من أعضاء هذه الأسر إنهم لم يفاجأوا بموقف عبد السلام المتحدي للعدالة الفرنسية نعم ما رأيك أستاذ عباس أسؤال ذاته الذي طرحته قبل قليل على أستاذ مالبرونو تعتقد بأن خطر أن تكون هذه المحكمة محكمة استثنائية متعاظم أم لا؟ حتى الآن لا يبدو أنها ستكون محكمة استثنائية هي استثنائية مما لا شك فيه سواء من حيث الحجم من حيث الحدث من حيث طبيعة المتهمين ولكن كان يبدو واضحا على رئيس المحكمة أنه حريص على أن تتم إجراءات المحكمة بصورة عادلة أو وفقا للقوانين وأن يحترم حق المتهمين وقال أننا هنا لنحكم على هؤلاء المتهمين لما ارتكبوه في الثالث عشر من نوفمبر وليس للحكم عليهم بحكم طبيعتهم أو بحكم أشياء أخرى إذن أعتقد إذا استمر الأمر بهذا الشكل أننا سنكون أمام محكمة في إطار القانون الفرنسي العادي ولكنها استثنائية بالتأكيد ولم تكون محكمة استثناء بالنسبة لأسر الضحايا مما لا شك فيه أن على مدى خمس أسابيع على ما أظن سيتحدث خلالها أسر الضحايا أو مدعي الحق العام مما لا شك فيه أن هذه اللحظات ستكون صعبة للغاية لأنها ستعيد إلى الزاكرة الكثير من الأمور المؤلمة من الجراح ولكنها في نهاية الأمر ربما هي الوسيلة الوحيدة أيضا لعلاج هذه الجراح عندما يدرك ويعرف ويرى هؤلاء الضحايا أن هناك الرد أو العقاب قد وقع بالفعل وأنه تمت محاكمة من ارتكب هذه الجرائم وتم الرد عليه وفقا للقواعد العمل في هذا المجتمع الذي اشتبه بأنه هو من خطط للاعتداد من سوريا غيرهم من قيادي التنظيم فابيانجل، ميشيل تلين كل هؤلاء ليسوا موجودين ضمن هذه المحاكمة من بقي ويسلط عليه الضوء من ذكره قبل قليل أستاذ ماربرون هو صلاح عبد السلام والذي لا يتكلم أصلا يا أستاذ وليد اليوم كيف يمكن إحقاق الحق بشكل عادل لدى هؤلاء الأهالي المنفذين لقوا حتفهم المنفذين لقوا حتفهم وصلاح عبد السلام اليوم هناك تغيير بعض الشيء بالنسبة بالمقارنة مع محاكمتي في بلجيكا عام 2018 حيث رفض الحديث نهائيا اليوم رفض أن بدأ بالشهادة وأيضا رفض ذكر اسم أبيه ووالدته وقال أنه لا يعمل وإنما هو جندي في داعش أو لدى الدولة الإسلامية أو مقاتل لدى الدولة الإسلامية من هنا يرى البعض أنه ربما يعتزم القيام بما يسميه البعض بدفاع القطيعة بمعنى أنه لا يعترف بالمحكمة ولا بالعدالة والقوانين التي تمثلها وأنه سيحاول استغلال هذه المحاكمة للدعاية هذا احتمال ولكن أعتقد أنه احتمال ضعيف على كل الأحوال أهمية صلى الله عليه وسلم هو أنه كان أحد أعضاء الكوماندوز الوحيد الذي بقي على قيد الحياة وتم إلقاء القبض عليه ولكن يجب أن ننتبه أن محاكمة في ديمقراطية عريقة ليس الهدف الأساسي منها هو الانتقام بوضع المزنب في السجن بعقابه بصورة مباشرة ولكن إحقاق العدالة تنفيذ القانون صدور الأحكام كل هذه هي الأشياء الأساسية التي تضع ما حدث تدينه كجريمة وفقا للقانون بصورة رسمية ووفقا للعدالة وبالتالي تضع صفة المجرمين أو الأرهابيين على من قاموا بذلك هذا هو الهدف الهدف في نهاية الأمر ليس الانتقام أو حبس أشخاص أو أفراد والإشارة إلى مسؤولية المجتمع في ذلك هذه نقطة مهمة أيضا يا أستاذ وليد لا نود أن نسهاها كيف تفسر يا أستاذ جورج أن يكون هناك من هم مولدون في فرنسا يعيشون في فرنسا ويعودون بعمليات إرهابية على فرنسا على بلادهم على أرضهم الأماكن التي تعلموا فيها مدارسهم جيرانهم كل هؤلاء أليست فرنسا مسؤولة أيضا؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الكبير الذي لا يصبح تسمح لي أن نسأل أستاذ جورج نأخذ الجابة من أستاذ جورج سامحني أستاذ وليد تفضل أستاذ جورج هناك مسؤولية فرنسية بمعنى أن هؤلاء الأشخاص وهم كثر يعدون بالمئات الجهاديون الفرنسيون الذين توجهوا إلى سوريا أو ما زالوا هناك وبالتالي هناك فشل في إدماجهم في المجتمع الفرنسي وهناك فشل في السماح لهم بالعيش كما يشدروا أن يعيشوا في البلد الذي ولدوا فيه فرنسا ليست ربما مسؤولة بشكل مباشر عن ما حصل ولكن ما أخشاه قلال هذه المحاكمة خاصة فيما يتعلق بصلاح عبد السلام لأنه هو الآن الوجه الأساس للمتهمين ما أخشاه هو أن يستغل هذه المحاكمة ليقوم بالترويج لما يسميه مصاره أو كفاحه الذي يشارك فيه بعض الفرنسيين الآخرين الذين يقومون بهجمات باسم انتمائهم للدولة الإسلامية أو للجهادية هذا ما أخشاه أن يستغل هذا الموقع كل ما تثنى له أن يتكلم ليروج لهذه الأفكار وليتهم مثلا فرنسا بأمور كثيرة مثلا قال إنه يعمل بطريقة سيئة جدا وأنه كان يعيش في ظروف سجن سيئة للغاية وربما هناك أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الذين سيدعمونه هو شخصيا ولكن كما سبق أواقيل لا بد من أن تكون هناك محاكمة وهدف المحاكمة هو لتطبيق العدالة أيا كانت نجابها السؤال ذاته لحضر تكوى باختصار تفضل السيد ولي مما لا شك فيه أن فرنسا هذا هو السؤال الكبير المطروح على المجتمع الفرنسي والذي لم نصل بعد إلى طرحه بصورة وضيحة وصريحة ومحاولة الإجابة عليه هناك مسؤولية بالتأكيد ليس فقط على المجتمع الفرنسي ولكن أيضا على المجتمع البلجيكي على المجتمع الأوروبي عموما حول استيعاب أبناء أو الأبناء الجيل الثاني من الهجرة لأن أغلب هؤلاء درسوا في مدارس سواء بلجيكية أو فرنسية وبعضهم درسها في مدارس على مستوى عالي وراقي للغاية كيف لم تتمكن أو لم يتم استيعابهم أو دمجهم في ثقافات هذه البلدان بحيث يكونوا أعضاء عاديين في هذه المجتمعات هذا سؤال كبير يتعلق بأوضاع اجتماعية يجب القول أنها مضطربة وتزداد اضطرابا أكثر فأكثر في أوروبا عموما خصوصا بسبب التأثيرات الخارجية التي أتت مع إقامة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وتواصلت مع امتداد هذا التنظيم في بلدان أفريقيا في بلدان الساحل وأخيرا مع انتصار طالبان في أفغانستان وإن هناك وضع دولي يؤجج من اضطرابات أو من بعض التناقضات والتباينات الاجتماعية داخل المجتمعات الأوروبية ليس فرنسا فقط وبالتالي يجعل من عملية دمج هؤلاء الذين من مفترض أكمل الجملة تفضل سيد أفترض أنهم تلقوا تعليمهم نعم شكرا جزيلا لك أفترض أنهم تلقوا تعليمهم وتربوا في المدارس الفرنسية عذرني الوقت أدركني أستاذ وليد عباس شكرا لك من باريس الكاتب والصحفي المختص بشؤون الجماعات المتطرفة ومن باريس شكرا لك جورج مالبرونو الكاتب الصحفي والفرنسي أيضا شكرا لك